اشتركوا في القناة ما لما تبقى من قصتي حسنا هيا بنا صحيح قبل ان انسى اتمنى ان تضغطوا على زر الاعجاب وان تشاركوا قصتي مع من تحبون بعد ان ساعدت الخياطة وولدها كسرت حبة الجوز الثالثة وتمنيت ان اعود الى الكوفة حيث يسكن الطحان فلقد حان الان دوره ليروي قصته ويخبرني بسره بعد ان اخبرته بسر الخياطة وابنها بدأ الطحان يروي لي قصته قائلا القزمان اللذان رأيتهما يا حسن هما زوجتي واخي الاصغر قبل عشر سنين كنت مع اخي الاصغر في رحلة صيد وهناك عثرنا على رجل كبير السن مرقا على الارض من شدة الاعياء اسرع اخي نحوه فوجد بجانبه كيسا كبيرا من المال فمد يده ليأخذه حاولت منعه ولكنه قال نحن في رحلة صيد وهذا صيدنا فلنأخذه ونقتسم المال لم يعجبني كلامه وقلت وماذا عن الشيخ سنتركه حيث وجدناه فهو سيموت على اي حال رفضت الفكرة قائلا لا يا اخي لقد ساقن الله لنجدة هذا الشيخ حملت الشيخ على حصاني وقدته الى منزلي على الرغم من امتعاض اخي من ذلك قمت بالاعتناء بالشيخ جيدا بالرغم من زعاج زوجتي من وجوده في بيتنا شفي الشيخ واصبح قادرا على السير فقرر الرحيل وشكرني على حسن صنيعي ثم اقترب مني واعطاني زجاجة صغيرة وهمس قائلا كن حذرا من زوجتك واخيك ارى انهما ينوياني شرا بك ثم ودعني وانصرف وضعت الزجاجة في جيبي ولم اكترث لكلامه لانني حسبت انه كان شيخا خرفا ذهبت الى غرفتي واذا بي اجد الكيس الذي كان بحوزة الشيخ فقلت لا بد انه قد نسيه فقررت ان الحق به لاعيده له وكنت على وشك الخروج من المنزل وانا احمل كيس المال فظهر لي اخي واقنعني بان نذهب خلفه بعد تناول الغداء فلقد انتهت زوجتي من اعداده ويمكن ان نتأخر اذا ذهب على اللحاق بالشيخ جلست لتناول الغداء وبعد الانتهاء احتست بآلام فضيعة تكاد تمزق احشائي واغمي علي ولكنني كنت بين اليقذة والغيبوبة عندما شعرت باخي وزوجتي وهما يحملانني للخارج وسمعت اخي وهو يستعجل زوجتي لوضعي في القبر قبل ان اصحوا من غيبوبتي ثم وضعوني في صندوق خشبي واهالوا علي التراب وانصرفوا مكثف قبل اللحظات وانا غير قادر على تحريك جسدي وعدت لي الالام الفضيعة واصبحت على يقين ان الاثنين قد كادا لي وخططا للتخلص مني كما اخبرني الشيخ تماما ولكن لماذا؟ ربما اراد الحصول على المال او كان هناك مخطة اخر في نفسيهما وبينما كان الموت يتسلل ببطء الى جسدي وبلغ مني العطش وجف حلقي تذكرت تلك الزجاجة التي اعطاني ايها الشيخ فتحتها وشربت ما فيها واحسست بالالام تذهب عني وعادت لي صحتي فقمت بكسر الصندوق ونفطت التراب عنه فخرجت من هناك وانا بكامل قوتي لم اكن اعلم ما يمكنني فعله ولكنني قررت العودة الى المنزل وعندما وصلت سمعت صراخهما وبدأ لي انهما كانا يتشاجران حول محتوى الكيس وحسب ما فهمت فلقد كان الكيس مملوءا بالحصى والرم وهذا ما اثار جنونهما واخذ كل منهما يتهم الاخر قرر الاثنان العودة الى القبر استخراجي قبل ان اموت لانهما اعتقد انني قد خبأت المال خرج اخي وزوجتي وتوجها نحو المكان الذي دفناني فيه بينما دخلت الى البيت وتناولت بعض الطعام والشراب لاسترد قوتي ثم ركبت حصاني وانطلقت باقصى سرعة متعدة عن ذلك المنزل متقفيا اثر ذلك الشيخ حتى بلقته وهو يسير وحيدا استوقفت الشيخ وناديت عليه وقلت لما تركت كيس الحصى في غرفتي واين ذهب كل المال الذي كان بداخله وكيف علمت ان زوجتي واخي ينويان خيانتي ووضع السم في طعامي ابتسم الشيخ وقال لم يكن هناك اي مال بداخله كان حصى منذ البداية ذهشت وقلت ولكنني رأيته انا واخي ان هذا مستحيل قال الشيخ لقد كان هذا اختبارا فلقد اوهمتكما برؤية المال حتى اختبرك اليكما قلت اختبار اختبار ولماذا؟ انا ابحث عن شخص امين ادعه سري قبل الرحيل عن هذا العالم ليظل هذا السر متوارثا عبر الاجيال وهذا السر لن يحتمله الا الاشخاص الطيبون والامناء امثالك سر؟ اي سر؟ كيفية تسخير الجان لأعمال الخير في هذا العالم وهكذا نقل الشيخ لي تلك الهبة العظيمة واعتمنني عليها وان لا اسخرها الا في عمل الخير وادعني الشيخ وطلب مني ان اعطيه حصاني فوافقت ولكن بشرط ان يساعدني في عقاب اخي وزوجتي اخرج الشيخ لي ورقة ثم امرني بان اتمنى لهم العقاب المناسبة في قلبي وبعد ذلك اقوم بشق تلك الورقة الى نصفين شققت الورقة واغمضت عيني وتمنيت تحول زوجتي واخي الى قزمين بشعي وما هي الا دقائق حتى لمحت قزمين صغيرين يركضان نحوي وهما يبكيان استغرب الشيخ وقال هل تمنيت ان يتحولان الى قزمين؟ جق قلبي للؤيتهما على هذا الحال وشعرت انني قد تسترعت وطلبت من الشيخ ارجاعهما كما كان فقال هايهات هايهات يا ولدي لقد شققت الورقة الى نصفين وسيبقيان على حالهما تلك حتى يموت ولذلك تجدني كل يوم اخرج الى الغابة واقوم باطعامهما وساظل هكذا ما حيت وان ابقى اشعر بالذنب اتجاههما طوال حياتي هذه كانت قصتي وهذا كان سري والان يمكنك ان تذهب الى العطار وتخبره بسري يا فقدك السلامة يا حسن ودعت الطحان وكسرت حبة الجوز الاخيرة وتمنيت ان اعود الى دكان العطار في بغداد ليساعدني في تحرير عائلتي وقطر الندى من شر زوجة التاجر جعفر وما هي الا لحظات حتى كنت في دكان العطار يا ترى كيف سيساعدني في تخليص عائلتي وانقاذهم قبل فوات الاوان انتظروني قريبا في الجزء الاخير من قصتي فالاحداث القادمة شيقة للغاية